السلام عليكم الكونغرس الامريكي بدأ بتصعيد الضغط على الرئيس الامريكي جو بايدن من أجل مواجهة الفصائل العراقية وتصعيدها وهجماتها في الداخل العراقي وهذا اللي دي يصير في داخل الكونغرس الامريكي دي يجع على عدد من الموجات والموجة الأكبر والأقوى هي تأتي من الحزب الجمهوري الأمريكي اللي بصراحة دي يشوفون بحسب البوليتيكو الأمريكية قالوا بأن يا جو بايدن بأن سياسة الحد الأدنى اللي تتبعها أنت مع الفصائل المسلحة لم تؤدي إلى نتيجة والدليل على ذلك أن الهجم تيني المفروض أن تكون رادعة لهذه الفصائل لم تكن رادعة والدليل بأنه هم صعدوا من طبيعة هجماته في الفترة الأخيرة لذلك أنت سياساتك غير واضحة ويجب أن تكون سياساتك واضحة تجاه الفصائل المسلحة وهذا الأمر هو الذي غير واضح طبعا في هذه حقيقة الأيام ومن يوم ما صار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى ذلك أن الحزب الجمهوري دي يشوف وحذر من قضية رح تصير هذا الأسبوع فيما يتعلق بقرار الحرب اللي هم سووه حقيقة بالألفين واثنين اللي هو الـ AUMF Authorization for Use of Military Force طبعا وهذا طبعا هذا القرار اللي هو مثل ما قلنا صار بالألفين واثنين شرعه الآن هو أصلا بايدن نفسه يريد حقيقة إلغاء هذا القرار ودعمين إلى الديمقراطين على مستوى عالي ومجلس الشيخ متوقع أن يصير هذا الشيء ولكن إذا صار هذا الأمر من دون إيجاد أي بديل وألغوا هذا القرار فاعتبروا الجمهورين في ظل التصعيد اللي دي يصير هو حقيقة رسالة سيئة جدا للفصائل المسلحة أنه إحنا ما مستعدين أن نواجهكم بالتالي ما عندهم تحت قبة الكونغرس الأمريكي وبيدن ما عنده أي قرار لمواجهة هذه الفصائل على هذا الأساس تيد كروز النائب الجمهوري البارز قال نواني رح أقدم شخصيا تعديلات على القرار اللي أنتوا تريدون تلغوه الآن من أجل إبقاء إطار معين لجو بايدن من أجل مواجهة هذه الفصائل المسلحة وردعها لأنه لن يمتلك أي قرار للحرف في ظل هذا التصعيد الكبير والمستمر وطبعا هذا اللي عزز هذا الأمر هو رجل مهم جدا وضح الفكرة في حقيقة هو مايك روجرز وهو طبعا عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي وهو نائب جمهوري عن ولاية ألباما وضح وجهة النظر اللي يريدون يشتغلون عليها شف شنو اللي قال للبوليتيكو يجب التوضيح أنه إذا تعرضت قواتنا للهجوم في أي جزء من العالم فلن نرد فقط بل سنرد بسرعة وبقوة الديمقراطين انقسموا إلى شكلين ليس بالاختلاف الكبير ولكن هناك جزء من الديمقراطين ليعتقدون بأن بايدن لا يمتلك أي حق الآن للقيام بأي ضربة ضد الفصائل المسلحة وإذا كان ينوي أن يقوم بأي ضربة فعليه التوجه إلى الكونغرس الأمريكي لإبلاغ الكونغرس الأمريكي والاستماع قبل أن تصير الضربات وأنه هو المادة اللي دي يعتمدها الآن في عملية الضربات وغيره هي المادة رقم اثنين اللي هي تخولها كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الدستور الأمريكي من أجل الدفاع عن النفس والدفاع عن النفس هنا المقصود به أنه إذا تعرضت إلى ضربة فيجب أن ترد وترد بسرعة أثناء هذه الضربة مو مثل الضربة اللي سواها الثاني واعتبرها بالدفاع عن النفس واستخدم هذه المادة اللي لحد الآن هو دي يواجه مشكلة وانتقادات حولها رغم أنهما فعلاً كانوا بخطر وضربة ومخازن تابعة للفصائل المسلحة في الداخل السوري والداخل العراقي يريدون شيء واضح ويريدون إبلاغ قبل القيام بأي ضربات بالإضافة إلى ذلك أن الطرف الثاني الديمقراطين يعتقدون ويحثون بايدن على الذهاب إلى الكونغرس الأمريكي من أجل طلب تخويلات معينة من أجل القيام بضربة ضد الفصائل المسلحة إذا كان هو يعتقد بأنها ستؤدي إلى عملية الردع فبالتالي أكو حرية كبيرة جداً إلى وهذه طبعاً توضح تماماً بأن هذه الخيارات الكبيرة الحربية اللي ينتلكوها في الكونغرس الأمريكي توضح بأنهم لن ينسحبوا معدهم خطة للانسحاب واللي أكد هذا الموضوع هذا الرجل العقيد ديف وليمز وهو قائد مركز التنسيق في التحالف الدولي بنفس هذا الرجل مؤخراً قال بأن هجمات الميليشيات لن تؤدي إلى عملية خروجنا من الداخل العراقي أو حتى على المستوى السوري لأنه هذا قرار سياسي وإحنا موجودين على أساس محاربة تنظيم داعش الإرهابي ووضح جداً أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بدأت تفهم قضية مهمة جداً أن الفصائل المسلحة بحسب ما كشفت الأسوشيت برس قبل 48 ساعة بأن هذه الفصائل الموجودة بالعراق وليد تسوي الهجمات هي رفضت كلاماً مهمة جداً جاء من إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني على مستوين راحوا إيجا إلى العراق واجتماع بهم وأبلغهم وطلب منهم التهديئة ولكنهم رفضوا ذلك بالتالي هناك تمرد على القرار الإيراني وهذه طبعاً تعطي خيارات مختلفة لإدارة بايدن أن هذه مواجهة مختلفة مقارنة بقضية الاتفاقية النووية والعودة إليها والمشكلة أن كل مؤشرات التصعيد قادمة على مستوى عالي ضد القوات الأمريكية خاصة على الأقل إذا أخذنا الهجمتين الأخيرة اللي صارت فجرة هذا اليوم كانت هناك قذيفة صاروخية توجهت ضد هذه القاعدة اللي موجودة طبعاً هذا هو الأراضي السورية هذا هو شرق الفرات وهذا هو غرب الفرات وهذه قاعدة كونيكو اللي موجودة بها القوات الأمريكية وهي تعتبر حقاً للغاز موجود هجموا عليها بقذيفة صاروخية واحدة لم تؤدي إلى خسائر أو غيرها ولكن صافرات الإنذار انطلقت في هذه القاعدة بالإضافة إلى ذلك إلى قذيفة صاروخية أخرى أيضاً اليوم انضربت على حقل العمر النفطي ليس هناك خسائر أو دامجز أو أضرار ولكن هذه القاعدة ضربت كثيراً بصواريخ الإقراد وكذلك بالطائرات المسيرة فالخطر عالي جداً بهذه النقطين وهذه تيجي كلها بعد ما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان معلومات خطيرة يوم أمس بأن منصات لإطلاق الصواريخ انتشرت في الميادين وانتشرت في القورية وانتشرت في منطقة أخرى اسمها العباس وهذه طبعاً المنصات بيها منصات حقيقية وبيها منصات وهمية وليش هم سواوا الوهمية لأن التحالف الدولي عنده تحليق مكثف جداً في هذه المناطق في الميادين وحتى على مستوى دير الزور فبالتالي إذا حاولوا أن يسون ردة فعل فبالتالي هناك منصات وهمية وهم دارسين العملية وهذا يوضح تماماً بأن هناك تصعيد كبير جداً بالإضافة إلى أن أيضاً قوات سوريا الديمقراطية ماخذي خنادق في هذه المنطقة تحسباً لأي هجوم بري ممكن أن تقوم به الفصائل المسلحة في الداخل السوري وهذا يوضح الولايات المتحدة الأمريكية أن التصعيد في سوريا معناها تصعيد مستمر في الداخل العراقي والمشكلة الكبيرة جداً استراتيجياً بالنسبة للتحالف الدولي هي هذه الخارطة يعني هذه أيضاً هي نفس النقطة ولكن يتوضح باللون الأصفر سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وعدد من القواعد الموجود بها التحالف الدولي واللون الأحمر هي سيطرة النظام السوري بالإضافة إلى الفصائل المسلحة أما هذه البقعة السوداء هي سيطرة تنظيم داعش الإرهابي المواجهات اللي احنا ممكن أن نشوفها بين الفصائل المسلحة وكذلك حقيقة القوات الأمريكية على هذا المستوى على مستوى مثلاً دير الزور على سبيل المثال أو حتى الميادين هذه طبعاً ستخلق مشاكل كبيرة جداً هذه هي طبعاً الميادين وبالتالي ستعطي فرصة لتنظيم داعش الإرهابي أن يتنفس في سوريا وعلينا لا ننسى بأن تنظيم داعش الإرهابي هو أساساً جاء من سوريا وهو لم يأتي من داخل العراق بل من سوريا وبعدها أصبحت الموجة خطيرة جداً إلى الداخل العراقي